اشتركوا في القناة التحولية المرتبطة بهذه الثمرة المشهورة على مستوى الخليج وأوضح وكيل شؤون الزراعة والثروة الحيوانية أن المهرجان سيشد مشاركة 13 مزارعا و 4 أسر منتجة و 5 مشاتل وكما سيتضمن عرض أصناف شتلات اللوز وأصناف ثمار اللوز والصناعات التحولية وفعاليات الأطفال كما سيتم زراعة ألف شتلة اللوز من قبل وزارة شؤون البلديات والزراعة على هامشي فعاليات المهرجان